سقطت يا عرنوس وهذه المرة لن تفلت من يدي مظلوم اخرص لقد أمسكت بك متلبسا الرحمة حضرة القاضي بعد الاطلاع على أوراق القضية وسؤال الشهود حكمنا على المتهم عرنوس خليل عرنوس بالبراءة ويخلى سبيله في الحال يحيى العدل يحيى العدل صمتا رفعت الجلسة براءة لم أفهم كيف حكمت عليه بالبراءة يا حضرة القاضي احذر أن تتجاوز حدودك القاضي لا يراجع في أحكامه يا صاحب الشرطة لم أقصد والله لكنه مندهش لقد أمسك سعيد بالمتهم متلبسا بالسرقة وقد اعترف أمامكم دون ضغط منه أو تهديد اعترف بماذا؟ بجريمته أتعتبر سرقة رغيف من الخبز جريمة؟ لقد كان الرجل جائعا يتدور من الجوع هل معنى هذا أن يترك كل جائع يسرق طعامه من الأسواق؟ بالطبع لا لقد عفوت عن عرنوس لأنه ضعيف العقل لم يدرك ما يفعل آه فهمت يا حضرة القاضي إذا أردنا أن نحاكم المذنب في هذه القضية فلنحاكم أنفسنا لأننا قصرنا في أداء الزكاة وإطعام المساكين كيف حالك يا زوجي الحبيب؟ أرجوك أن تهدأ حتى تستطيع أن تفكر وتصل إلى حل شو هناك من لقف على الباب من؟ صفي الدين سامحني يا أبي ما الذي جاء بك؟ كنت أريد أن أسألك هل قبضتم على الجاسوس الذي وجدت رسالته في قدم الحمامة؟ إن شاء الله سنقبض عليه قريباً أرجوك أن تسرع يا أبي فأختي صفاء تشعر بالخوف ولكني أطمئنها دائماً هذا عهد جديد أبلغ جميع الجند ألا يتعرض لهذا المسكين يا أرنوس مسكين؟ أقسم بالله رأيته وهو يسرق وأمسكته والرغيف في يده أعرف هذا أعرف والمتهم نفسه اعترف ولم ينكر الجريمة متهم وجريمة كل هذا لأجل رغيف من الخبز ألا يوجد في قلبك ذرة من الرحمة؟ لقد كنت أطبق القانون يا سيدي القانون يجب أن يكون رحيماً والرحمة فوق العدل أيها الجندي أمرك يا سيدي ماذا يضيرك لو تصدقت على عرنوس بكسرة من رغيفك؟ ستأخذ ثواباً وتمنع جريمة سأفعل يا سيدي وأنت لماذا لا تعطيه قطعة لحم صغيرة؟ لا يصرف لي إلا قطعة لحم صغيرة يا سيدي تصدق بها يا أخي لن تخسر شيئاً فكر في آخرتك سأفكر أمرك يا سيدي عفواً يا سيدي وأنت ماذا ستقدم؟ أنا؟ آه 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 سأقدم سأقدم لابد أن أقدم سأقدم لكم النصحة والإرشاد هيا هيا لقد أضعتم وقتي انصرف الأطفال خائفون يا أبي وبصراحة نحن أيضاً أعرف يا سلمة هذه القضية تشغل تفكيرنا جميعاً جدي ألم تعرف الجاسوس بعد؟ نحن ندرس ونبحث نبحث عن الحقيقة يا بني لقد طال الوقت كثيراً يا جدي متى تظهر هذه الحقيقة؟ هناك من يعيش عمره كله بحثاً عنها يا ولدي هل يعقل هذا؟ نعم كانت حياة سلمان الفارسي رحلة طويلة وشاقة هدفها البحث عن الحقيقة من سلمان الفارسي هذا؟ وما قصته؟ هو رجل شجاع من أرض فارس لا يهاب الخطر وحتى تفهموا قصته لابد أن تتحلوا بصفاته أنا شجاع يا جدي ولا أخشى الخطر وأنا أيضاً وإذا رأيت الجاسوس سأشده من أذنه وأطرحه أرضاً عجلاً اجلسوا هادئين حتى أحكي لكم قصة سلمان الفارسي كان هناك شاب اسمه روزبة يعيش في أرض فارس حيث يعبدون النار وكان أبوه يدقشان هو حاكم قريته وأغنى رجل فيها روزبة ألا ترتاح قليلاً يا ولدي أخشى إذا غفلت يا أبي أن تنطفي النار المقدسة يمكننا أن نعهد بمهمة رعاية الإلهة إلى واحد من الخدم أحب أن أخدم النار المقدسة بنفسي يا أبي ما أعظم إيمانك يا روزبة إنني لا أتخيل حياتي دون العبادة ولكني أفكر في أمر ما تقصد الزواج يا فتى؟ بل هو أمر أهم وما هو؟ تكلم كيف تكون النار المقدسة غير قادرة على حماية نفسها من قطرات الماء؟ لا تفكر بهذه الطريقة وإلا أوصلك العقل إلى الكفر حقاً؟ العقل يؤدي إلى الكفر سأمضي الآن يا روزبة لأتفقد القصر الجديد الذي أبنيه على شاطئ البحر تصحبك السلامة يا أبي ولكن علي أن أتابع العمل في الضيعة فاليوم جاني محصول الفاكهة ولكن طريق البحر عكس طريق الضيعة كيف تؤدي العملين معا؟ اسمع يا ولدي لقد حان الوقت لكي تشرف معي على أملاكنا وضيعتنا الكبيرة أمرك يا أبي العمال والفلاحون يعرفون ما عليهم من أشغال فقط أريدك أن تتابع أعمالهم سأحاول قدر جادي ولكني لست معتاداً على مثل هذه الأعمال اسمع يا روزبة لقد كنت أحبسك في القصر حرصاً عليك ولكنك الآن كبرت ويجب أن تظهر القوة والبأس أمام العمال والخدم حسناً ولكني هكذا سأغيب عن رعاية النار المقدسة النار يمكنها أن تنتظر حتى نرى مصالحنا المهمة ما هذا البناء العجيب؟ إنه مكان العبادة مكان العبادة؟ ولكن أين النار؟ هل هي بالداخل؟ لا يوجد لدينا نار ولا حطب كيف؟ نحن لا نعبد النار وإنما نعبد الله الذي خلق النار الله ومن يكون؟ الله الذي خلق الأرض والسماء وبعث الأنبياء والرسل لهداية أهل الأرض هذا كلام أسمعه لأول مرة ألا تعيش معنا في هذه الدنيا؟ هذه أول مرة أخرج فيها من القصر وحدي تعيش في قصر؟ دعك من المكان الذي أعيش فيه وحدثني أكثر عن إلهك يمكنك أن تدخل دار العبادة معنا وتحضر صلاطنا استمع لما نقول فإذا أعجبك الأمر انضممت إلينا روزبة أين كنت طوال هذا الوقت؟ كنت في المعبد يا أبي معبد؟ لقد سعدت كثيرا بسماع صلاتهم إياك أن تقول هذا مرة أخرى ليس في ذلك الدين خير كلا والله إن دينهم لخير من ديننا إذن أحبسك في البيت حتى أعلمك الأدب لن تمنعني يا أبي من الذهاب إلى دار العبادة إنهم يعبدون ربا واحدا هو الذي خلقنا وخلق النار وكل ما في السماوات والأرض أنا المخطئ ما كان ينبغي أن أتركك تخرج وحدك ولكن لن ترى باب القصر هذا أبدا أرجوك يا أبي أرجوك القيد يؤلم سأحل القيد عن يديك حتى تستطيع أن تأكل وتشرب وإياك أن تحاول الهرب أهرب إلى أين؟ إن أهل أصبهان جميعهم يخافون منك ولن يساعدني مخلوق إذا خالفت أمرك من؟ فيروز اخفت صوتك وإلا قتلني صاحب القصر هل علمت بما جرى لي؟ نعم وأنصحك أن تساير أباك وتكتم إيمانك كيف أكتم الحق بعد أن عرفته؟ هل يعجبك حالك وأنت بهذه القيود؟ إن تقييد قدمي أفضل من أن أقيد عقلي بأفكار ضلة وماذا تنوي أن تفعل؟ سأسافر إلى الشام أليس دينكم أصله من الشام كما عرفت؟ بلى ولكنك لم تسافر من قبل ولا تعرف الطريق عندما يأتي إلى أرضنا تجار من الشام أخبرني يا فيروز هيا هيا إني أسمع صوتا يقترب خذ هذا طعام جيد لا يستطيع خدم المعبد أن يأكل مثله أبدا سيأكلون أطيب الطعام في الحياة الأخرى الحياة الأخرى؟ أضحك ثاني ما سمعت براجل مات وعاد إلى حياة أخرى هيا اجلس وكل شكرا لا أشعر بالجوع أطعني أيها الأحمق أمرك يا أبي هذا المال كله لك في النهاية وليس في حياتي من هو أغلى منك أبي لماذا لا تفكر في زيارة المعبد؟ هل أنت مجنون؟ تريدني أن أترك دين آبائي وأجدادي الذي جعلني رئيسا على قومي؟ إذن أنت تعبد المال والنفوذ وليس النار كما تدعي لا فرق عندي صدقني طوال عمري لم أشغل بالي بمسألة الأديان هذه كيف؟ كيف يا أبي؟ مدمت صحتي بخير وتجارتي بخير ونفوذي يقوى ويزداد فأنا لا أشغل نفسي بشيء آخر تناول طعامك يا والدي لماذا تأخرت يا فيروز؟ والدك يضع خدما وحرصا على كل الأبواب وقد انتظرت حتى غفلت الحراس ها؟ هل وصل تجار الشاب؟ نعم ولكني أظن أن الأمر صعب فيروز إنها فرصتي الوحيدة لأنجو من عبودية النار وأخلص نفسي سيرحلون فجر الغد لم يبق على الفجر إلا القليل كيف ستسافر بهذه القيون؟ سأتصرف أحضرت لك ملابس عربية حتى تتخفى فيها ولا يعرفك أحد هذا أفضل لو رأاك أحد الآن لن يعرفك يا روزبة لا تنطق بهذا الاسم وإلا انكشف أمري سأقدم نفسي إلى تجار الشام باسم آخر نختار إذن اسما عربيا يليق مع هذه الملابس حسنا أي اسم تقترح؟ خالد طارق أثمان سلمان سلمان يا رقني لا أدري كيف أشكرك يا فيروز فأنت أول من دلني على طريق الحق الوداع يا فيروز أتمنى لك السلامة يا أخي روز أقصد يا أخي سلمان سلمان الفارسي هل نجح في الهرب يا جدي؟ لو أمسكه أبوه سيعذبه كثيرا أليس كذلك يا جدي؟ أنتما تريدان إكمال القصة أليس كذلك يا صفاء؟ القصة مشوقة يا جدي ونريدك أن تتمها ولكنها قصة طويلة وكثيرة التفاصيل والمواقف وما حكيته لكم ليس أكثر من بداية إذن تؤجر القصة إلى جلسة الغد رفعة الجلسة صفاء يا لك من شقي إنها تأخذ حقها مني فأنا الذي بدأت بتقليدها أحبك كثيرا يا جدي وأنا أحبكم في الله أكثر تصبحون على خير إن شاء الله أحبك كثيرا يا جدي